نشرة الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائي أهلا بكم قام محافظ الحديدة رئيس المجلس المحلي دكتور الحسن طاهر ومعه رئيس محكمة الاستناب بالمحافظة الغاضي العلمة العزي بعكر قام بزيارة تفقدية إلى منطقة الكداح السياحية الشمال الخوخة وذلك للإطلاع عما حققه رجال الأمن العام من استعادة لأراضي المواطنين التي تعرضت للاعتداء من قبل عدد من الخارجين عن القانون مشيدا بدور رجال الأمن في استعادة حقوق الناس ومشيرا إلى أن السلطة المحلية ستقوم بتطوير المناطق خاصة والتي تقع غرب الشاطئ كونها تعتبر من المناطق السياحية والمتنفسات للأهالي ومن جانبه أكد رئيس محكمة الاستناب الغاضي بعكر أنه سيتم التحقيق والتعامل بحزم ضد كل المخالفين للمكاتبات الشرعية وتحويلهم إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية والرادعة وضع نائب وزير التربية والتعليم دكتور عيل عباب ومعه وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري وضع حجر أساس لمشروع تزويد عدد من المدارس في مخيمات النزوح والمجتمع المضيف بستة وثلاثين فصلا متنقلا ومزودا بالآثات والتجهيزات والممول والمنفذ من قبل منظمة بيروهندز الدولية واستمع العباب والباكري من أمين عامل منظمة محمد الحجاجي إلى شرح عن المشروع الذي يندرج ضمن التعاون المشترك بين المنظمة ووزارة التربية والتعليم للمساعدة في تلبية احتياجات العملية التعليمية في المناطق ذات النزوح المتدفق موضحا أن تكلفة الفصل الواحد من الفصول المتنقلة 4500 دولار أمريكي واستفيد منها 1100 طالب وطالبة من المرحلتين الأساسية والثانوية اختتمت بمحافظة شبوى فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد تحت شعار التمسك بقواعد المرور سلوك حضاري وخلال حفل الاختتام أشاد وكيل محافظة شبوى عبدالقوي لمروق بالجهود التي بذلها منتسب المرور لإجاح فعاليات الأسبوع ومنوها بدورها في رفع مستوى الوعي المروري في مختلف الأوساط لافتا إلى تعاون مستخدم الطريق معهم والتزامهم بالإرشادات المرورية ومن جانبه أشاد مدير أمن المحافظة العميد فؤاد النسي بدور كافة الجهات التي ساهمت في إنجاح فعاليات الأسبوع إلى ذلك استعرض مدير شرطة السير بالمحافظة العقيد حسين شنيتر استعرض أبرز الفعاليات الإرشادية التي جاءت تنفيذها خلال الأسبوع ومنوها بتوزيع أكثر من 4000 ملصق توعوي ومجموعة من مجسمات الصور للحوادث المرورية وكذا عشنا محاضرة توعوية عن الأسبوع دشنا وكيل محافظة شبوى الدكتور عبد القوي لمروق فعاليات الدورة التدريبية في مجال كتابة القصة الصحفية الإنسانية التي ينظمها مركز التغيير للإعلام والدراسات بالمحافظة لمدة ثلاثة أيام بمشاركة عدد من العاملين في مختلف وسائل الإعلام بالمحافظة وخلال التدشين أكد لمروق أهمية الدورة وبرنامجها العلمي للمشاركين في حقل الإعلام المعاصر لإكسابهم مهارات مهنية جديدة في مجالاته العلمية والعملية منوها بالقوالب الصحفية الحديثة التي تتلائم مع الأوضاع الإنسانية في بلادنا ومن جانبه استعرض مدرب الدورة عبد الرحمن أنيسى البرنامج العلمي للدورة وموضحا ارتباطه الوثيق بالعناصر الفنية لكتابة القصة الخبرية وارتباطها المؤثر في نفسية القارئ بحث وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري مع المستشار الفني لليباب الاتحاد الأوروبي فانشيسكو ريجا مونتي والفريق المرافق له الذي يزور المحافظة حاليا الوضع الإنساني في المحافظة والتي استقبلت أكثر من 73% من أعداد النازحين كما استعرض اللقاء الشراكة الإنسانية بين السلطة المحلية والاتحاد الأوروبي باعتبارها أحد المانحين الهامين لليمن وتدخلات الإنسانية في المحافظة وتطرق اللقاء إلى ما يمكن للاتحاد الأوروبي الإسهام به لسد بعض الاحتياجات وتخشيف الأعباء عن النازحين والمجتمع المضيف خاصة في مجالات المأوى ناقش وكيل محافظة تعزي دكتور عبدالقوي المخلافي مع مدري عموم مديريات المضفر والقاهرة وصالة ومدير إدارة الأسواق ناقش إجراءات ترتيب أسواق مديريات المدينة وخلال اللقاء أكد وكيل المحافظة على ضرورة تنظيم وترتيب الأسواق وعدم البيع والشراء إلا في الأماكن المخصصة لهذا الغرض وترك العشوائيات التي تتسبب في عاقة حركة السيل للمركبات والمرة وتسبب الإزدحام مؤكدا أهمية العمل على إعداد أماكن خاصة لبيع الخضار والفواكه والأسماك والقات وضبط هذه العملية من قبل جهات الاختصاص موجها بعمل خطة لتنظيم الأسواق المشتركة وتنفيذها على الواقع بشكل عاجل ومعاقبة المخالفين ترأس مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة الحديدة إبراهيم أجعش اجتماعا تحضيريا لعملية اختبارات الثانوية العامة للعام 2022-2023 وخلال الاجتماع أكد الأجعش على ضرورة سير الاختبارات في أجواء هادئة ومشددا على أهمية ضبط أي محاولات للغش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي كان وبدوره أكد مدير مكتب مدير عام شرطة المحافظة عضو اللجنة الأمنية بالمحافظة العقيد عبدالقادر هجام أكد استعداد الجهات الأمنية القيام بواجبها في توفير الأجواء المناسبة لإجراء الإجراء الإختبارات وضبط أي مخالفات يذكر أن عملية الإختبارات ستبدأ يوم الأحد الموافق الرابع عشر من مايو الجاري حضر الاقتباع مدير شرطة الخوخة الحقيد اسماعيل قادر ونائب مدير شرطة حيس النغيب جميل غطيش وغايد عمليات قوات الأمن الخاصة المقدم سام المغدري وغايد عمليات شرطة المحافظة العقيد مرشد علوي نشرة الأخبار المحلية انتهت قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية نلغاكم على خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة